أحد الأسماء الكبيرة في نادي الزمالكة أسماء التاريخية كنت قاد معها في فترة قريبة كده وقال لي أنا قال لي كنت بتمنى الأهلي يكسب بتمنى الأهلي عشان دايماً بحب الأندية المصرية تكسب تحديداً لما بتبقى فيه منافسات عربية أو منافسات أفريقية أحب الأندية المصرية ما هو ده طبيعي قبل ما الشحن ده يحصل الله عليك أنا عايز أسمع الكلمتين دول عشان هون الناس بتبقى شو فهم ما ده إنه اللعبين والأسماء الكبيرة آه لا أنا زمالكاوي أحب الأهلي يكسب أنا أهلاوي أحب زمالك يكسب تحديداً فمش بقولك يكسب في الدول أنا تاكيد مش عايز لأهلي يكسب في الدول أنت بتنفس فيه بحس بينافس في بطولة أفريقية مع فريق عربي أو أفريقية عايزوا يكسب صحيح أنا حاس إنها حصلت فتنة من 2016 لما وصلنا نهاية أفريقيا وبعد كده تعمل هاشتاك كبير قوي اللي هي أفريقيا سندونز وكده دي بدأت تعمل مشاحنات ما بين الجمهور وبالم بعضهم خاصة الندين كبار والجمهور بتاعهم كيروي جداً آه إنما الطبيعي اللي حضرك بتتكلم فيه الطبيعي النادي زمانيك وبالعب بالطريق أفريقيا جمهور النادي الأهلي يتمنى إنanaز ممكنك يكسب والعكس صحيح لما النادي الأهلي بالعب بالطريق أفريقيا جمهور النادي زمانيك يتمنى لالفوز النادي الأهلي أنا أتمني إن ده يحصل لأن أنا بقى فرحان جداً وهي كرة مصرية المسيطرة على الأفريقية سواء المتخابات أو سواءً دهي أنت وتفرق وتتمنى الأهلي يكسب؟ أنا دي ممكن تزعل مني زمن كويه كتير بس أنا أنا كنت أتمنى أن نادي الأهلي يكسب وأنا كنت أعرف أن أنا عندي أحساس من جوان أن استحالاً أن نادي الأهلي سيتلدك مرتين في ملعب من نفس الفرقة أنا كان عندي أحساس كبير قوي أن نادي الأهلي مطش صعب وكل حاجة بس أنا حس أن لا، اللعبت نادي الأهلي الجمهور والشخصية بتاعتنادي الأهلي لا مش هتسمح بكده أنه يخسروا مرتين أفريقيا وراء بعض رغم المصر صعب جداً وإنت كنت موجود وشفت الأجواء طبعاً أجواء صعبة أو أن أنت تطلع ولكن تصير في المدرجات توتر كبير جداً أما لا يقول الله يكون فعون اللعيبة في الملعب أعلم في المدرجات ما حالي ليش دعوة اللي بيحصل يمكن إحنا صادفنا لحظ أن إحنا لعبنا في المغرب مرتين ثلاثة أيام كورونا كانتش فيه جماهير فكانت بالنسبة لك كسبنا الرجاء ثلاثة وكسبنا فدي كانت بديك يعني الند بالند فهم ما عندهمش أفضلية هما الجمهور مالية الأستاذ والأجواء اللي نسفتها دي عايش سألك على محمد هاني مركزك بقى ولعيب قاعد معك كتير فترة في الملعب تنافس في هذا المركز يعني محمد هاني بيقدم مستوعات جيدة جداً فترة محمد هاني طول عمره بيقدم مستوعات كويسة جداً أنا كنت بستغرب من هجوم جمهورنا دي الأهلي عليه يعني أنا بشوفه من أفضل بكات راية اللي في مصري مثلاً آخر 8-9 سنين اللعب بيقى كويس جداً هجومياً ودفاعياً وعن ثقاف نفسه كبير جداً من اللعب اللي أنا كنت بزعل فيه اللعبة لما تلاقي فيه انتقاطات كتيرة عليها بتزعل طب هو عمل إيه؟ أنا شايف نمو مفتاح لعب كبير جداً في نادي الأهلي غلطات كليني بنغلط مفيش اللعب كورة ما بيغلطش طول ما أنت موجود في ملعب هتغلط فده من الناس اللي أنا بنتمتع بصراحة أنا بتفرج عليهم